نفسه حيث ما سقطت قريح زي ما تشوفوا هذه العمار حيث ما كانت مركزة الحوتاء والعفاشين نحن في القناة هذه في قلب معركة استعادة عدن من الانقلابيين كانت قناة بلقيس وخلال أكثر من ثلاثة أعوام استمرت القناة في نقل الحدث من عدن والمحافظات الأخرى وفي تغطية مشهد الحرب بن حيز كامل للإنسان والحرية وللمشروع الوطني الجامع لليمنيين ومنهضت لخطاب الكراهية ومشروع الانقلاب والتمرد وفي مهمة كهذه لم تكن الطريق مفروشة بالورود فقد عملت القناة ومراسلوها طيلة الفترة الماضية من زمن الحرب في بيئة محفوفة بالمخاطر وكان الحرص على أن تبقى الصور متذفقة من مواقع الأحداث دون عراقيل غادرت ميليشيا الحوث الانقلابية العاصمة السياسية المؤقتة عدن لكن شيئا لم يتغير في هذه المدينة إلا إلى ما هو أسوأ فقد وقعت عدن في أيدي ميليشيا مسلحة تعمل خارج سيطرة الدولة وتقاتل بالوكالة وتحرس دوامة العنف والقتل والترويع وقمع الحريات التي تعصف بالمدينة حتى اليوم بلقيس ليست وحدها من يتعرض للتضييق فالصحفيون والإعلاميون في مدينة عدن باتوا عرضة للاستهداف المونهج نتيجة أرائهم ومواقفهم السياسية فقد منع سامي الكاف وفهم السقاف من الظهور عبر قناة بلقيس من عدن ووصل الأمر حد التهديد بإغلاق مكتب الخدمات الإعلامية الوحيد الذي يؤمن خدمة البث الفضائي من المدينة إذا سمح لهؤلاء وغيرهم من الظهور عبر بلقيس وغيرها من القنوات الفضائية التي لا تروق للمهيمن الجديد في عدن ففي أواخر يوليو الماضي أبلغ مكتب الخدمات الإعلامية قناة بلقيس والصحفي سامي الكاف بقرار صادر عن قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات بمنع ظهور الكاف في برنامج المساء اليمني الذي يبث الساعة العاشرة مساءً على القناة على درب مهنة المتاعب تكبدت قناة بلقيس منذ تأسيسها خسائر مادية كبيرة شملت نهب ومصادرة محتوية مكتبها الرئيس في صنعاء لكن الخسارة الأكثر إيلاماً ووقعاً تمثلت في فقدان القناة ثلاثة من أفضل مراسلها الميدانيين الذين استشدوا وهم يؤدون رسالتهم وينقلون الحقيقة من ميادين المواجهات العسكرية العديدة في الوطن الجريح قناة بلقيس أعربت في بيان لها عن تضامنها التام والكامل مع الصحفيين سامي الكاف وفهمي السقاف ودعت الحكومة الشرعية ووزارة الداخلية للتدخل لدى القوات المدعومة من الإمارات في عدن وإنهاء حالة التقييد والمنع بحق الصحفيين وضمان سلامتهما وحقهما في ممارسة حرية التعبير وناشدت القناة نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود وهيومان ريتسووتش ومنظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين الوقوف في وجه الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين اليمنيون وتقديم الدعم المعنوي والقانوني لهم للوقوف في وجه منتهك حرية الصحفة في عدن وغيرها من مدن اليمن ترجمة نانسي قنقر